محاولة تهجين التي قامت بها قطة مع الكمبيوتر المحمول اتوك اسبيرا وانقديم فشل سوائل عضوية غنية بالامونية قام بغزو المكونات الالترونية الداخلية من خلال منفذ يو اس بي ممن ادى الى تآكل بعض المكونات المعدنية تخراج العديد من ميزات دفتر الملاحظات وتشريب كل شيء مع شال رقم 666 مصنوع من بو القطة لذلك اضطررت الى تفكيك دفتر الملاحظات ماما للتخلص من الاكسيدي واعادة تنشيط جهات الاتصال الكهربائية ولكن على عجل النسيط لعادة توصيل مكبرات الصوت اذا اضطررت الى تفكيكها مرة اخرى انتهزت الفرصة لانشاء هذا الفيديو والتي يمكن ان تمثل من حيث المبدأ اجراء عاما لتفكيك اي جهات كمبيوتر محمول ربما للاصلاح او ترقية الاجهزة سيادة ذاكرة الوصول العشوائي استبدال الذكريات الجماعية واستبدال وحدات واي فاي وما الى ذلك نتبط المعني مع استهلاك منخفض جيدا وكوني مضغوطا استخدله كرافعة شوكية صغيرة لسحابة منزلية من نيكس كلود كما هو موضح في مقطع فيديو سابق انظر التعليق التوضيحي بالرابط في اعلى اليمين بعد تحديد المسامير الموجودة في الخلف وفكها اقوم بازالة لوحة المفاتيح ببساطة عن طريق العمل على المحطات الثلاثة وفك الكابل المسطح من الموصل بعد رفع الماسكي اقوم بتحديد موقع المسامير الموجودة اسفل لوحة المفاتيح وفكها قمت بفك الكابل المسطح من موصل لوحة اللامسي بعد رفع الماسكي افصل بين شطر الجسم اقوم بازالة البطاقة بموصلات الصوت ومنافذ USB الدراج عن موصلات الهوائي في وحدة واي فاي اقوم بنزالة بطاقة واي فاي قمت بفصل موصل الشاشة المسطحة عن اللوحة الامير اخرج لوحة الامر ها هو موصل السماعات الداخلية التي نسيت توصيلها باللوحة الامر قمت بفك موصلات العرض من الجسم وتحريرها اقوم بازالة مكبرات الصوت الداخلية اقوم بفك موصلات العرض من الجسم وتحريرها باللوحة الامر التي تمكنت من اختراق الالومنيوم سترة واقية القرص الصنبي اقوم باستخراج بنك ذاكرة ر اي ام بعد تحرير المزالجة اقوم باستخراج بنك ذاكرة ر اي ام بعد تحرير المزالجة اقوم بازالة بطارية المخزن المؤقت للسيري في السابق لعلاج الاضرار التي تسببها سوائل جسم القطي تحتوي على الامونيا قمت بتنظيف جميع جهات الاتصال والاجزاء الالكترونية باستخدام ستول كهربائي منشط وفرشات اسنان قديمة وورق ماصر موسيقى تجميع كل شيء باتباع نفس خطوات التفكيك ولكن بترتيب عكسي لتجنوب الوقوع في الأخطاء ينصح دائما بوضع كتاله للبراضي والمكونات أثناء التفتيك بالطريقة التي تفضلها حتى لا ترتكب أخطاء أثناء إعادة التجميع وتسريع العملية قمت ببساطة بتقسيمهم إلى مجموعات صغيرة على الطاولة إذا كان القصد هو تحسين أداء الكمبيوتر الدفتري عن طريق إجراء ترقية للأجهزة من الواضح أنه سيكون من الضروري استبدال المكونات القديمة بالمكونات الجديدة والمضي قدما في التجميع اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة